التفسيرات الكاشفات لمعاني العنكبوت إلى الصافات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن وله أعزائي مرحبا بكم في هذه الحلقة الرابعة من التفسيرات الكاشفات عن معاني العنكبوت إلى الصافات في هذه الحلقة سنختم الحديثة عن صورة العنكبوت وبداية هذه الحلقة تدلنا على كيفية التعامل مع أهل الكتاب والمقصود من ذلك هو إنذاره وتوجيهه ومجادلتهم بالتي هي أحسن لقصد دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى فيسلك المسلم في تعامله مع أهل الكتاب المسالك الحسنة التي تبصرهم بحقيقة أديانهم ثم تبصرهم بحقيقة ديننا الذي جعله الله رحمة للعالمين قال تعالى وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِي أَحْسَنِ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ بمعنى أن مجادلة أهل الكتاب ينبغي أولا أن تكون على بصيرة وأن تكون على علم وأن تكون على نية صالحة لأنها إذا كانت على غير بصيرة من المجاد أو بغير قواعد المرضية فإنها لا تكتي أكلها ومن هذه القواعد مجادلتهم بالتي هي أحسن أي بحسن خلق ولطف ولين كلام ودعوة إلى الحق وتحسينه إليهم ورد الباطل وتهجينه بين أيديهم بأقرب الطرق الموصلة إلى الغاية وأن لا يكون هذا الجدال القصد منه مجرد المجادلة والمغالبة وحب العلو ولكن ينبغي أن يكون القصد هو بيان الحق وهداية الخلق إلا الذين ظلموا منهم أي إلا الذين ظهر منهم يعني عدم الاستجابة أو ظهر قصدهم أنهم لا يريدون المجادلة لأجل الحق وإنما يريدون المجادلة لأجل الغلبة فهؤلاء يعني لا ينبغي أن يطال أو يضيع معهم الوقت ولا ينبغي أن يصل بهم مع المسلم المجادل لهم أو المحاور له إلى المشاغبة والمغالبة وإنما ينبغي بيان الحق والمقصود من الحوار وقولوا لهم أي لهؤلاء المجادلين وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد هذه لا تعتبرون أعداء لكم لأن مصدر الرسالة واحد وإننا نؤمن بنبيكم وهذه الميزة التي يتميز بها أهل الإسلام أنهم يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم ويؤمنون بموسى ويؤمنون بعيسى ويؤمنون بسائل الأنبياء ويؤمنون بكتبهم التي أنزلها الله عز وجل قبل أن تحرف وقبل أن تبدل فإذا كان هذا هو الأساس الذي ينبغي أن تكون عليه المجادلة فعلى الخصم أن يذعنا وأن يؤمن وأن لا يكون جهولا وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون فهو الذي أمرنا أن نعبوده وأمرنا أن نتبع رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وهذا ما ينبغي لكم أنتم أيضا أن تستسلموا وأن تنقادوا لأمره وإنما لا نريد يعني الظهور عليكم أو نريد يعني أن تنقادوا لنا نحن وإنما أن تنقادوا لربكم وأن تنقادوا للذي أرسل رسولنا وأرسل رسولكم وهو الله وحده لا شريك له وكذلك أنزلنا إليك الكتاب يا محمد فالذين آتناهم الكتاب يؤمنون به لو رجعوا إلى كتبهم التي لم تحرف ولم تبدل لوجدوا فيها إسمك ومبعثك وميلادك والبلدة التي ستهاجر إليها كل ذلك عندهم فالذين آتناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلى الكافرون ومن هؤلاء الموجودين من حولك والموجودين في زمانك من يؤمن به إيمانا عن بصيرة لا عن رغبة ولا رهبة وإنما يؤمنون لأنهم وجدوا إسمك وصفاتك في كتبهم وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون إذن الذين دأبهم الجحود للحق والعناد هؤلاء هم الذين يعني لا يؤمنون وإن رأوا يعني العلامات ورأوا حقيقة كأنك نبي من عند الله ولكنهم لا يذعنون لذلك ثم إن الله تعالى جعل محمدا صلى الله عليه وسلم نفسه معجزة وجعل أميته معجزة وجعل رسالته معجزة وكتابه معجزة قال تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون لو كنت كاتبا وقارئا ومجيدا للقراءة والكتابة قبل أن ينزل عليك الكتاب لارتاب المبطلون ولقال إنه ألف هذا الكتاب وكتبه بيمينه وهو يستطيع أن يؤلف مثله ولكنك كونك لم تكن تكتب ولم تكن تقرأ هذه أيضا معجزة ليتعظ من يريد الاتعاد ويعلم أن هذا كتاب من عند الله بل هو آيات بينات من عند الله عز وجل يثبتها في صدور للذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون إذن هؤلاء حينما يعاندونك فإنما يعاندونك كبرا والحال أنه تبين لهم الحق وتبين لهم من خلال صفاتك ومن خلال معجزاتك أنك نبي الله لكن العناد والكبر هو الذي جعلهم لا يؤمنون بك وقالوا لولا نزل عليه آيات من ربه هذا أيضا من الجحود والعناد لماذا لم ينزل على محمد سلا من السماء لماذا لم يرقى إلى السماء ونراه يأتي بكتب من السماء فيقترحون آيات ويقترحون معجزات والحال أن المعجزة التي بين أيديهم واضحة كوضوح الشمس قل إنما لا يأت عند الله وإنما أنا نذير مبين وقد تأكد لكم من خلال قراءتكم لهذا الكتاب ومن خلال تحدي هذا الكتاب لكم أن تأتوا بمثله أو صورة من مثله أنني نبي الله ولكن مع ذلك تشاغبون وتعاندون وتطالبون بمعجزات أو لم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم أو لم تكفهم هذه المعجزة الواضحة البينة الظاهرة القرآن الكريم الذي هو معجزة منذ أول الزمن إلى آخر الزمن ويتحدى الأولين والآخرين وفيه ذكرى وعبرة ورحمة لمن؟ للمؤمنين قال تعالى إن في ذلك أي في هذا الكتاب الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم لا رحمة وذكرى لقوم يؤمنون فهو كتاب رحمة وكتاب هداية ومن الذي شهد لهذا النبي أنه نبي الله أول من شهد له هو ربه سبحانه وتعالى ويكفيه الله شاهدا إلا لم تؤمنوا به أنتم فيكفيه شهادة الله له قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون لأن هؤلاء المعاندون وهؤلاء المكابرون يعني عنادهم وكبرهم راجع عليهم فهم الخاسرون في الدنيا والخاسرون يوم القيامة ولذلك لبغيهم وظلمهم وجهلهم يقول ائتنا بالعذاب جيب لنا العذاب اليوم قبل غدة قال تعالى ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل المسمى لجاءهم العذاب لولا الأجل المسمى في اللوحة المحفوظ والمكتوب عند الله وهو كما ذكر غالب المفسري عند يوم بضر الأجل المؤجل لهم حتى اليوم بضر لو لم يكتب ذلك الأجل لجاءهم العذاب باستعجالهم وبهذا الكلام الذي يقولونه لك في مكة قال تعالى ولا يأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يستعجلونك بعذاب الدنيا ولكنهم لا يعلمون أن هناك عذاب أشد من عذاب الدنيا عذاب ديال الدنيا الذي وقع لهم يا بضر الذبح والقتل والإلقاء في البئر في قليب بدر انتهت القصة هنا ولكن عذاب الآخر أشد لا ينتهي لا يموتون فيها ولا يحيون وإن جهنم لمحيطة بالكافرين استعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون حينما يدخلون إلى النار والعياذ بالله ويرون ذلك التهكم الذي كانوا يتهكمون ويستهزئون بالمؤمنين فيستهزأ بهم مثل الاستهزاء الذي كانوا يستهزئون بالمؤمنين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم يحطوا بهم العذب من كل جانب ويقال لهم استهزاء وتذليلا وذلا ذوقوا ما كنتم تعملون أما عباد الله الصالحين فإن الله تعالى جعل عاقبتهم حسنة جعل الله وإيكم منهم قال تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإيايا فاعبدون إذا ضيق عليكم في أرض ولم تستطيعوا عبادة ربكم وتعذرت لكم وسائل العبادة في أرض فانتقلوا إلى أرض أخرى وهاجروا إلى أرض أخرى فأرض الله واسعة ومواضع العبادة وأماكنها في أي مكان تعبدونه فهو سبحانه وتعالى المعبود الواحي فانتقلوا إلى مكان آخر واصبروا على طريق الله فكما أمر الله تعالى بالصبر والتوكل في بداية الصورة أمر كذلك بالصبر والتوكل في آخر الصورة قال تعالى الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحملوا رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم إذا انتقلتم إلى مكان آخر رزقكم على الله تصور أن المهاجرين الذين هاجروا من مكة إلى المدينة أغلبهم أو عدد كبير منهم كانوا من أغنياء مكة ورحلوا إلى المدينة بصفر درهم ولم يذهبوا معهم بدرهم واحد مثل صهيب الرومي وعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفل وغيرهم وأغناهم الله في المدينة بعد أن دخلوا إلى المدينة ولا درهم في أيديهم أغناهم الله عز وجل لأنهم نصروا دين الله لم يحملوا رزقهم ولم يحملوا متاعهم وإنما حملوا معهم الإيمان واليقين والتوكل على الله وكأي من دابة لا تحملوا رزقها الله يرزقها وإياكم تأملوا كثير من الدواب لا تحملوا رزقها وإنما تذهب تبحث في أرض الله فيرزقها الله عز وجل كما يرزقكم أنتم وهو السميع العليم السميع العليم لا تخفى عليه خافية ولا تهلك دابة من عدم الرزق بسبب أنها خافية على الله فلا يخفى عليه نملة ولا تخفى عليه نحلة ولا تخفى عليه دواب أقل من هذه الدواب لكل رزقها عند الله وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين هؤلاء المشركون الذين كذبوك يا محمد كانوا يؤمنون بهذه الحقيقة أن الخالق والرازق هو الله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولون الله فأنا يوفكون فلماذا لا يضطعظون ولماذا لا يؤمنون ولماذا يعني لا يؤمنون بالله عز وجل قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون قل يا محمد الحمد لله الذي هدانا من الضلالة ووفقنا لطريق الهداية وأكثرهم لكن أكثر هؤلاء لا يعلمون ولا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا الله تعالى يبين لنا حقيقة هذه الدنيا لكي لا نغتر بها وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون الدار الآخرة هي الحياة السعيدة لمن عمل بها وعمل لها وسعى لها سعيها واجتهد لها اجتهادها هذه التي يبغي أن تفكر فيها أما هذه الدار فهي دار لهو ولعب وهي فانية زائلة فإياك أن تغتر بالفانية وتترك الباقية فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون هذه أيضا حقيقة أن هؤلاء المشركين حينما يركبون في الفلك ويركبون في السفن يؤمنون ويرون أن الذي ينجيهم هو الله سبحانه وتعالى لكن حينما ينجيهم الله إلى الأرض وإلى البر سرعان ما يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون يكفرون بنعمة الله ويكفرون برزق الله ويتمتعون برزقه لكنهم يعبدون غيره أولم يروا أننا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم هؤلاء المشركين أهل مكة ألم يروا نعمة الله وفضله عليهم أن جعل لهم هذا الحرم الآمن مكة تأتيهم الأرزاق من كل مكان جميع البلدان تأتيهم تمراتها والناس يتخطفون من حولهم القرى المجاورة فيها حروم فيها مشاكسات فيها موت ولكنهم آمنون في حرم الله هدف حدتها نعمة ينبغي أن يشكرونها أن يشكروها لكنهم يؤمنون بالباطل ويكفرون بنعمة الله قال تعالى أفي بالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن ظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم متولي الكافرين ليس هناك أجرم وأعظم جرما وظلما ممن يكذب على الله ويفتري على الله الكذب ويرى الحق حقا أمامه ويكذبه ظلما وزورا وعدوانا وهذا وحال المشركين في مكة علموا أن النبي حق وأنه أمين وأنه صادق وأنه مبعوث من عند الله ومع ذلك يعاندون فليس هناك أظلم منهم افتروا على الله الكذب وكذبوا بالحق لما جاءهم فما هو مصيرهم أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبولنا وإن الله لمع المحسنين ختم الله هذه الصورة العظيمة بالجهاد كما بدأها بالجهاد الجهاد جهاد النفس جهاد المال جهاد الشيطان جهاد النفس الأمر بالسوء جهاد الأعداء جهاد المنافقين جهاد الكفار كل ذلك ينبغي أن يكون في الله لا ينبغي أن يكون في النفس وإنما أن يجاهد الإنسان لله عز وجل وفي سبيل الله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبولنا أي لنهدينهم طرق الموصلة إلينا وإن الله لمع المحسنين تأكيد بتلات مؤكدات الواو قيل إن هواو القصر إن أداة تأكيد ونصف اللام لمع المحسن كذلك اللام لا متوكيد تلات مؤكدات على أن الله تعالى مع المحسنين فهو يرعاهم ويحيطهم ويراهم ويطلع عليهم ويرشدهم إلى ما فيه الخير لهم فعلى كل مؤمن ومؤمنة أن يحسنوا عبلهم وأن يحسنوا في طاعة ربهم وأن يحسنوا إلى من حولهم من عباد الله وخصوصا الوالدين والزوجة والأولاد والأقارب والجراء لكي يكونوا من المحسنين ولكي يستحكوا معية الله المعية الخاصة اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين المؤمنين المحسنين آمين والحمد لله رب العالمين اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين المحسنين اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر